تنفيذا لتوجهات الرئيس السيسي بدعم الفئات الأولى بالرعاية وتخصيص عام 2022 عاما للمجتمع المدني وتزامنا مع بداية العام الدراسي الجديد أطلقت تحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي عدة مبادرات لتقديم الدعم للفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا وتعددت جهود التحالف لتشمل تقديم الدعم النقدي والغذائي وتوفير المستلزمات الدراسية وشملت دعم النقدي 107 ألاف أسرة بإجمالي 56 مليون جنيه من خلال بيت الزكاة والصدقات المصرية كما تم إطلاق المهرجان الخاص بتوزيع المستلزمات الدراسية مجانا بالمحافظات بتكلفة تبلغ 20 مليون جنيه وجاءت مساهمة مؤسسة حياة كريمة من خلال تقديم 55 ألف خدمة تعليمية للطلاب في كرة محافظات حياة كريمة حيث استهدفت المؤسسة التكفل بسداد المصرفات الدراسية وشراء المستلزمات المدرسية لنحو 40 ألف طالب من محافظات المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية حياة كريمة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة